تريد الحكومة أن ينجب الطلاب أطفالا تحتاج النرويج إلى المزيد من الأطفال لست بحاجة إلى شرحي كيف يتم ذلك ربما لا لكن أن نغري الطلاب كي يصبحوا أباء فالقول أسهل من الفعل يجب وضع الكثير من التسهيلات والقرض الطلابي لا يكفي حتى لي ولا أشعر بأنني كبرت بما يكفي لكن الحكومة تريد هذا الدعم المالي للآباء ورياض الأطفال وأنشطة الترفيه المدرسي الأرخاص بالنسبة للآباء الطلاب هي وسائل إقراء إنه خيار يتخذه المرء بنفسه الحكومة لا تتدخل في هذا لكن يجب أن تتوفر تسهيلات مالية لهذا اليوم يستبعد الطلاب هذا الخيار لأن هذا الأمر صعب من الناحية المالية اقتراح آخر وهو مضاعفة الدعم للطلاب الذين لم يحصلوا على عمل ليصل إلى 200 ألف كرون على كل طفل قد يشكل إنجاب الأطفال تحدياً إضافياً لذا فمن الجيد القيام بترتيبات كضياد الأطفال رخيصة ودعم مالي حين ينتهي الخطر يمكن أن ينسحب الزوجان ربما بإمكان الحكومة أن تنظر إلى الدنمارك وهذه الحملة الإعلامية كنال فورد دنمارك تعني تماماً ما تظنه هل يمكن أن يعني هذا لنا شيئاً؟ من المهم التكلم عن كافية أن يكون من الممكن أن تكون طالباً من الناحية المالية وأن تنجب أطفالاً في الوقت ذاته قد يكون القيام بحملة النشيد الوطلي لدى طلاب نرويجيين فكرة جيدة